السلام عليكم وتابعي قناة خيط وميق اسمع ام ندا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم في كرس مشروع عمل دراعين اهدى الدراعين اللي كي تلبسوا تهج للبس كما كتشوفوا الشكل يالوم كي يجي هيدا كي يجي بحبو ديت ولكن هما كي يكونوا غير اكمام هنوركم طريقة العمل ديالوم كي يجي بجميع الالوان يمكن تعدلوهم كي يجي التوب ديالوم الى استيك يمكن نعملوهم فقط من بقية الاتواب اللي كتبقى الناو يكون غير التوب الى استيك او فيزو فيزو لكرا هادو كمنا كي يصلحون نعملو بيهم هادا النوائية من الاكمام نبدو على بركة الله بعد الصلاة على الرسول انا عندي هنا هادا التوب كم بقالي هادا تهو فيزو فيزو الى استيك هادا التوب هنطنيوها على اثنان ثم على اربع نفس طريقة اللي كنفصلو بها الاكمام طريقة سهلة ديالتفصيل الاكمام من هادا الجهة غنحسبو دوران المرفق عفوا دوران الدراع نقسموها على اثنان اعلى منطقة في الدراع كنت ناخدو العبر ديالة ونقسموها على اثنان انا عندي هنا ستاشر سنتيم ومن جهة المسدودة غنحدد طول ليالكم لكم اكمام اليورينا هنا عندي سمية وثلاثين سنتيم وكان نزيد سنتيم ديال الخياطة من فوق ومن تحت فهذا التوب الاستيكا ناخدو دورة المرفق حيث هو واكيد جببت عندي تسعتاش عقسمة على اثنان غنعمل فيها عشرة سنتيم بشي يجي مريح في الدخول وزائد سنتيم ديال الخياطة سنتيم 10 سنتيم هنا. دوران المرفق. سنقوم بتنقطة بهذه النقطة. سنقطع كما قلت لكم سنتيم في جهة ديال الاسفل وسنتيم في العلوم باش نتنيه واحد سنتيم ديال الخياطة ونخليه سنتيم في الجوانب ديال الخياطة. كماما كماما أقوم بضعة سنتيمة معدة وخيطيه من خلال تحت سنتيمة معدة سنتيمة وخيطيه من خلال تحت وخيطيه أفضل ولكن بعد أن أقوم بتجوانب نفس الشيء على الكمام هم لا ترى الشكل بعد أن أقوم بتجوانب لدينا لأكمام دينا اللي حصلنا عليهم ودرس اليوم انتهى كانت هذه فكرة شاركتها معكم عمل مشروع الأكمام كانت منها تعجبكم الفكرة وشاركوها مع الأصدقاء أولئلة وما تنسوناش من صالح الدعاء وإذا كانت هذه أول زيارة لكم القناة سنمرجوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وإفادة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه